السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنكمل مع بعض احنا المرات اللي فاتت يعني نتعاملنا وحاولنا من الحساب لحساب وتواصلنا مع الـ Contractor Online فالنهاردة بقى هنبدأ ناخد مجموعة functions مهمة هتخدمك تلاقوه في لوبسري ممكن تقريبا هم طوبتين او ممكن نزيدو يقيلو شوية هنشوفه يعني واحنا شغلنا فطبعا احنا عشان نبدأ نتعامل هناخد الـ Contractor ده برضو الـ Contractor ده ميستلوها الـ OMG عشان لازم حاجة يبقى في ibi-i اللي ان احنا عارفين لما رجبنا تواصل مع المين او مع اي contract بنحتاج ال-api وال-a وال-adress بتاعه فهده متاح في الاتنين هنا ماشي فخلونا اخد ده قابل اول واروح هنا طبعا هنكتب النهاردة هنكتب هنكتب في في الـ عادي المهم يبقى عندك النود متسطب على الجهاز نفتح terminal لو نكتب لو مش عندك تستطبها طبعا النود موجودها 14 كزا خلونا نعمل ctrl-c نطلع clear ماشي وطبعا نعمل nbm الـ ns2 لشان هنبدأ نشغل الـ web3 web3 في المكان اللي انت فيه او تبقى عملها global هتلاقيه نزلك الـ packages اللي انت عاملها وبعد ما يخلص وطبعا اول حاجة خلونا نعمل ايه نحط الـ نبدأ واحدة واحدة وبعد كده نروح نجي بالـ data ماشي اهو ضافها طبعا انا كده ضفتها غلط ودينكده انا ضفتها بره مش مشكلة طبعا هي مالهاش مالهاش لازم هنا ماشي المفروض تضيفها جوه انا اصلا اعملها وضيفها جوه اهي انا شغال جوه فلده اسمه 10-web3 انا همسميهم كده جواها اوه هو موجود والـ package موجود اهو ماشي فانا هعمل clear ونروح هنا هنعمل الـ import يعني الـ ويبسري هيساوي require للـ ويبسري تمام؟ بعد كده هاخد منه زي instance ويبسري وده هيساوي new ويبسري من اللي فوق ده عشان هعمل connect على الـ main طبعا عن طريق انفورة هو اللي بيدينا الرابط مع مع التوكن بتاعك او الـ project يعني هنستخده كله وروح هحطه هنا انا كده المفروض بقيت ايه انا كده هعملوك committs هنا connect to main net with انفورة انفورة يعني الله عالم انتقوها ازاي تمام؟ ماشي بعد كده هروح نعمل ايه بقى؟ احنا عزين نعمل نتواصل مع العقد فالعقد بنحتاج له const lb i تمام؟ وده هنسيبه فاضي وبنحتاج له برضه const address contract address هيساوي كده وروح نجيبهم الاتنين هم اللي هو mg طبعا متاح لها ده وده فهنعمل copy ونروح على ده ايه ده الادرس تمام؟ وبعد كده نجيب lb i نروح له contract ننزل تحت ناخد ايه copy خدوا بالكم من حاجة اه عشان ديت ايه انا شخصا انا اغلط فيها lb i and contract ثمان بعد كده هنروح نعمل ايه بقى cd هنكرت contract او هنعمل contract بتاعنا contract وده هيساوي new للويب اللي احنا عملنا فوق ده اللي هو الاتصال ده الاتصال الاتصال web3 dot eth dot contract بال ccapital خد بالك وتديها بقى حاجة لنا lb i وتديها contract address con او اللي انا بسمها contract address اهو تمام؟ المفروغ كده المفروغ كده لو قلنا له console dot log مفروغ كده يطلع على الاتصال يطلع على الاتصال او اللي هو المفروغ يعني يطلع على انه تمام المفروغ يقول له undefined لانه يعني ممكن ما يطبعش البتاع ده طيب انا عشان اشغل الملف ده ازاي بدخل جوه المكان اللي انا واقف فيه لو عملت ls يعني ظهرتها لانه انت واقف فيه الملف اللي انا عايز اروح فيه لانه كده بره تصدق لازم ادخل جوه المشروع اللي انا عمله هو اسمه top10 هقول له cd top10 web3 functions زي ما انا مسميه جوه بقى هعمل ls هيقول للملفات بتاعت النود زي وكده الملف اسمه top10 gs فانا بقول له top10 ايه سوري بقول له node dot top 10 ايه ده node سوري top10 gs بس ها عمل run اه جابل العقدة هو عمل connect عليه وجابل الميسود زي اللي هو هقول لا دي الميسود زي اللي موجود انا عملنا contract عليه عملنا استخدم functions اللي اسمها مثلا finished وانا فانا موجود وانا عميه ده طبعا مش موضوع وبالبقى احنا عايزين لناخد functions جديد عايزين ننزل بتاعت في ايه ماشي تمام حالو نعمل ده كده نبدأ بقى احنا ايه اه نشوف اه نروح هناك لنشرح بس بوضوع كده دلوقت لو رحت هنا على العمليات اللي هتحصل هنا اللي انا اصلا عايز اعمل functions عشان نروح له طبعا الـ block out دي يعني وقته وقت كبير فانا مش عارف اصلا نلاقي بوين عالمين فانتو شايفين انتو الحاجات دي لسه وعايز وقت تقديه عشان تيمينتين وتتعمل فانا مش عارف اجيب اخر بلوك طب انا عايز اجيب اخر بلوك عشان اعرف ايما حط فيه اجيب منه اشوف ايه وهكذا طيب فعندنا ده اللي طبعا في الوب سري لو انت روحت برضو عشان نبقى كله معه لو قلت له جيت بلوك كده هتلاقي فيه فانكشن اسمها جيت بلوك نمبر و جيت بلوك اه و جيب اللاتست اه وتجيب الجيت بلوك بس جيب البيانات بتاعت كلها جيت بلوك بس سوات وتديها الرقم بتاعه لو انت عارفه فالدقتي خلينا نروح بتجيب الجيت بلوك ترانزاكشن كونت فدي خلينا نروح بعنجيب خلينا نروح نعمل كده ايه هنعمل نروح للوب سري احنا عملناه .eth جيت بلوك نمبر و ده بتبقى function بترجع لك error او نتيجة فانه قل به بس الكون است console.log اطبعلي result ماشيه هول مفروض كده لنم رن تاني بقى يوجيب ليه ده اخر بلوك موجود اهو خلينا نعمل وكده عشان هنستخدمه تمام يبقى كده وصلت لايه ان انا جبت اخر بلوك موجود خلونا نهيش دي كده عشان ايه ما اصل الحاجات بتاخد ميموري ونت كونترول كماند زد يعنيش كونترول زد مفروض شفت وكده كونترول زد في ايه اه انا اللي بضغط غلط كده تمام يبقى احنا عارفنا كده ازاي نجيب الايه الاخر بلوك موجود معاني تمام ايه طبعا ايه بتقدر تجيب ايه ده رقمه سوري لو انت عايز بقى نجيب اخر واحد يعني عايزين نجيب ده رقمه انا عايز بقى اجيب تفاصيل البلوك كده نفسه ماشي فخلونا نعدل ولا نسيبها ماشي خلا نسيبها عشان الملف يبقى موجود web3. اللي عايز نشغل ده اللي منه ويبقى يعملها لوحدها لان هو موجود على github ماشي web3.eth برضو dot get block pass block ماشي block وهو بقولك لو انت عايز الblock number اهو ماشي بتدهوله ممكن تقوله طبعا احنا معنا الرقم بس لو صد مش معنا برضو فممكن بتقوله the latest وده بقولك true error وبيدجعلك برضو function انت هتقوله console dot log وتقوله result تمام نيجي تحت بقى كده خلونا نعمل clear ونقوله برضو كده شوفو خد وقت شوية لانه بيجيب لك بيانات البلوك بص يديو بيانات البلوك ده فاي بقى بسم الله نطلع فوق كده البلوك ده زي ما احنا عارفين البلوك بيبقى عبارة عن عمليات كتير مش عمليات واحدة يعني ده بصوا ده بلوك اهو ده بلوك ده واحد وده جوال هاش وهكذا طبعا ده البلوك واحد على اتنين بس تبص اتنين واحد ده الجاز بتاعه كذا ده هنوصل للجاز دلوقتي ده عمليات كذا عملي ده هاش بتاع العمليات دي والإنبوت وفروم هو اللي تعدى رو اس مزبوطة ولا فروم وتو ترانزاكشنز اندكس ده رقمها فجابلك كل البلوك تقدر بقى تدخل تجيب البلوك تقدر بقى تدخل تجيب البلوك اللي انت عايزها من جوا تمام يعني انت لو نقدر تقول مثلا تطبع الهاش بس يعني لو خلونا نروح نتبع الهاش لان الهاش اللي حبنحتاج وبنعرف الهاش بتاع الممكن تقوله هنا احنا هنا عملنا الجيت بلوك والليتست و result ده كده هيجيب كله طيب انا لو قلت له انا عايز ده استنى بقى ده تقريبا استنى ده اخره هنا صح اعتقد انه نقدر عمل زن ماشي وبعد الزن ده المفروض هعمل function كده جواه هعمل function arrow function كده ها فيش مشكلة المفروض ده بيديني block تقريبا مش عارفوا وده هيجديني خلونا نجربها كده وهقول له انا عايز الconsole dot log ليه الblock اللي انت جبته ده ده تحاش ده ده اللي هتاني خلنا نقيه نعمل ده طبعا انا ما نمسحش عشان الناس تستخدم البتاع نطلع فوق بس كده عشان نتشوف شوية نعمل clear ونعمل كده تمام فعلا جاب لي الهاشة ده الهاشة بتاع البلوك ما هو كل بلوك كله هاشة فانا عملت ايديواتي عشان برلو الناس تركز معايا فانا دخلت على البلوك الاخير تمام ودي تدلة بتاعته مش عايز منها حاجة يعني هو جابها تمام هو جاب البلوك كله انا عايزه بقى يجيب لي الهاشة بس منه فقلت له بعد اما تجيبه الدوت زينة دي لما يبقى في حاجة فيها اثينك وقويت يعني هنستنى شوية هتستنى داتا ما تظهريش لحظي فبقى قوله استنى وانا عارف انه هيرجع لي بلوك او هيرجع لي داتا ما كنت سمي ده ريزا بس واناك عارف انه هيرجع بلوك اصلا فانا تسميه بلوك وبتقول له يا سيدي بقى يطبع لي الهاش بتاعه البلوك ده بقى البلوك ده جواه اكيد حاجات كتير ماشي تقدر بقى تطبع منه زي ما احنا طبعا لديت الهاش في بقى يعني بعض الحاجات برضو اللطيفة اللي انت تقدر تجيبها من شايفينت الدوتة اللي كنت زغلت لنا من شوية دي ما طبعا الريزلت هنحاول نوصل لشاجات كويسة منها وقت ماشي فخلونا بقى نعمل ديات كومنت تمام نروح بقى للدلة كمان ننزل ده شوية اقوله ان نطلع بده شوية كده تمام انا ده انت عايز برضو او ارجيكم الويب سري ضبط ايس برضو جوا الاس عايزين نجيب في حاجة اسمهن عايز اعرف كم العمليات اللي جوا ال البلوك ترانزاكشن اللي احنا عجبنا ده ماشي لو قلتلو ويب سري ضبط جيت بلوك ترانزاكشن كاونت يا ده هيجيبلي العملية اللي موجودة جوا بلوك معين من عدد العمليات اللي جوا بلوك معينة هولو برضو الاتست ودي برضه هو تبيديني البتاعة لو قلتلو الريزولت برضو كونسول لوج ضبط 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 مشي طبعا مش عارف هو كده ولا محتاجنا نعمل له الثن خلا نشوف طلع لقاهم البلوك ده في متين اتنين وعشرين عملية تمام البلوك ده جواه متين اتنين وعشرين عملية اللي هو الاخير ماشي ده برضو ده لما الحاجات اللي انت احتاج تستخدمها انت تعرف الداتا خدوا لكم نبصوا التكنيكس واحد بتي بقى اسمي لحاجة طبعا بنجيبها من الدجومنتيشن من هدا هو ده وبقولك انت بتحط الرقم مثلا بتاع الحاجة لاتس لو انت عارف رقمه طبعا انت وقت بقى لما تبقى كنت على الشبكة وهي بتاعتك ومعاك البرايفت تقدر توصل لأي بلوك ماشي وتجيب الداتا اللي فيه تعرضها وهكذا وزي ما احنا عارفين ان اصلا البلوك ديشن عملا هو حط داتا وهي الداتا ماشي فده عشان تجيب الداتا العدد بتاعها مثلا عشان تعمل قرنية تعرض فيها شكل معين ماشي بعد كده خلونا ناخد كمان نعمل دي كده ونطلع فوق عشان نستشوف كويس بعد كده عندنا برضو حاجة لو انت عايز تجيب الجاس برايس في يعني ما هو كل الشبكة بيقى فيها الجاس برايس بتاعها التكلفة اللي هو المجدد بحطينها على الحاجة لو هي مثلا بسعر معين او الافرج بتاعها طبعا اننا عارفين ان الحاجات دي بتتغيرها حسب الطلب فانا لو عايز اعرفه في الشبكة اللي انا فيها دي عشان ابدأ اجيبه وازود عليه مبلغ اخد منه مبلغ فهو وابس دي برضو اللي بتقس ضد جيت جاس اهو وبرضو هقوله الكنسل لوج يا سيدي وهقوله الكنسل لوج بتاعي اللي هو طبعا اه بتعمل فونكشن او بتعمل ارف فونكشن بست تكس بليل عادي عناش فرق الريزولت ماشي وتجي انتراني تاني هيقولك اه ده سعر ايوة حلو اول نوط شوفوا ده السعر بالي ايه احنا اتفاد ان احنا ما ندفع في الاثيريام بندفع بالوي طيما عايز ان يتظهر لي بالاثيريام عشان انا تعاملاتي بالاثيريام بالاثيريام اقصد مش الاثيريام ما اقول ده هنعمل ايه بقى اسيدي هنروح هنا هنعمل ايه هنروح هنا ونقول له بدل انك هتطبع لكده عايزي ان نحاول دي الاول فاكسة ده احنا خدناها اللي هي فاقول له ويبسري ويبسري . اه 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 وي وهو يقولك حط لي النمبر النمبر دي اسيدي انت هتقدم الريزولت وهقول له انا عايز اثر عشان تحوله الى اثر ماشي ونجي تحت هنا نعمل clear عشان الدنيا توضح اهو كده في حاجه غلط عش مشكلة result اثر اللي هو الريزولت ده الريزولت اه 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 جوا الوتيلز بتقوله فيه حاجة سماشية 3 اهو ماشي وتدلوا الحاجة اللي انت عايز تعملها على هيئة string مش numbers ماشي شوفوا بتاخد string بس تمام فانا هقول له مثلا arabic daps ماشي خلونا برضو ايه control طبعا ده كله هيبقى عايز console loop اصلا مش هيتطبعك صح خلونا نتأكد لو انطبع عشان نعمل التلاتة بالمرة مش هيتطبع ماشي فاحنا عايزين هنا نقول له console.log 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 ونقفل دي كده ماشي عندنا بقى control c control v ماشي عندنا هنا فيه اللي هي الكيك الكيك اسمها الكيك ايه اسمها الكيكة اما 26 اخمسين تقريبا خلونا بروح نشوف لا الاسم كده غض راح نبقى فيه كلامات كده دعونا نعمل هاش نقول هاش قطلنا count هاش دعونا نعايز فيه بس ما ها ماشي خلونا نستنى نستنى نصيرش برضو معاكو على اسمها كيك 256 هو هاي بالاتصال هي اي هي اي هي اي وده شات 3 برضو هو . ده واحد منهم انا خذر في بس ضعيف شوتين طيب اعنى ما يكتبها صح كي 26 انا هاسيبها كده ونشوف وفيه حاجة تنا اسمها Solidity Shastry خلونا نرى من كده كلهم تقريبا كلهم نفس الناتج يعني فيش اي اختلاف هما بيدوك نفس الناتج بس كلها مسمياتهم اختلفة ماشي طبعا تقدر بقى خلنا نعمل كده عشان نشوف بس اختلاف ده ده اللي هيشي هون تغير عشان تحفظوا الشكل ده واههن هو ساعتeda ونبد בשزم معروف على مكان الشكل بطريقة مؤينة لكي تست shoulder عشان تقدر تحفظوا تمام؟ الدول كانوا اشهر 10 او 9 او 8 اهههههههههه صح까요 يعني خلونا كده نبص جيد transition from block دي مجبناها عملناها عشان دي من الدول ده انا كنت محضرها لا خلونا ناخدها بالمرة في حاجة تاني انت تقدر تجيب الترانزيشن اللي هي الترانزيشن بتاع block ما تدينه الهاش ماشي اهو بنجعلك الهاش يعني والرقم بتاعي تقول له هاتلي الترانزيشن بتاعي البلوك الهاش رقم اتنين كده يعني اللي هي ويبس ري بص يا سيدي ويبس ري ازاي ما احنا متعودين .get transaction from block get transaction from block اهي وده بقولك اديلي الهاش number انا هقول له برضو latest او الدين الرقم .test تمام والإندكس بتاعنا هقول له مثلا عايز التالت اللي هو الرابع في الحالة دي 0123 طيبا الرابع فهو هيروح على ده ويجيب لي بقى هقول له الconsole log بتاعي .console هيرجعلي .log .hole بقى البلوك ده بس مش طبعا في ايرو فوق او لا ده مش ايرو فوق ده طلق ايه رجعلي بقى الترانزيشن بتاع البلوك التالت ده مش بتاع العقده كله transaction index 3 اهو 3 اهو ده بقوله ده هتلاقيه من اللي فوق في حاجة ما فينش ماشي ده التالت اهوت اهو قال لك النونس بتاعه طبعا النونس ده انت دارس اللي هو بتغير عشان يطلع الشكل بتاع الماينينج اللي يبقى فيه اربع تصفار تقريبا انه انت ماشي ماشي او هنا بيبقى from ده الaccount والجاز بتاعه هوك والجاز تقدر تجيبه وتحوله والهاش و الانبوت وده ار و اس و تو لكزا واحكاس طيب والله الفاليو بتاعته والفاليو ده ترانزيش هيتحويله فالدرس الماليين الحاجات دي اكتبوها كلهم موجودهم عشان انه احتاجتوا تستخدموها اه ااتبها موجودة برضو ارجيتها بتاعنا خلون اكتبع فتحهم بقى كلهم كده عشان يحتحفظوا تمام مش هارفهم كم واحدة نقول لها دي خلنا ادهم كده واحد اثنين ما نحسب دي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر احبا كل عشرة ورطوب تب مش مشكلة ما ينسلش من اللايك من السبسكريب انا عارف مشكلة البلوكتشين ان انت هتحتاج تبقى فاهم النظري عشان تفهم ايه هاش و ايه البلوك و ايه المصطلحات دي فبقر رسوم اكار انت لازم تشوف وتتفرج وتقرأ على المفاهيم و كل كلمة في البلوكتشين بتعبر على ان ده هتوفر لك جدا جدا انت بتتوقف انتظرونا المحاضر الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته